كيشكي تيفي نورو يدنياكو الحرص على الأسرة والاهتمام ببنائها على مرتكزات راسخة متينة تضمن لها البقاء والعطاء كان ولا يزال يشغل مساحة كبيرة في الأولوية لدى مؤسسة الحكمة وذلك حرصا منها على الثروة العظمى في تنزانيا ألا وهي الشباب وجهدا مستمرا لتسهيل العقبات التي تقف حائلا في مشوار طريق استقرارهم وأداء الدور المنوط بهم في المجتمع ومن هذا المبدأ دابت مؤسسة الحكمة أن تزيح الستارة في كل سنة برنامجا خيريا يدعم المجتمع ويكون إعلان ذلك في موسم مسابقة إفريقيا الكبرى التي ترعاها المؤسسة وبحضور الجماهير الشبابية التي تنتظر وعود المؤسسة السنوية وها هو الشيخ عبدالقادر الأهدل رئيس مؤسسة الحكمة التعليمية يعلن في خطاب المسابقة في يوم السادس عشر من شهر رمضان الفائت البرنامج الخيري الذي يتمثل بتنفيذ عرس جماعي لتكوين أسر مسلمة ولتخفيف أعباء تكاليف الزواج موضح النجاح الوعد السابق ويسرني في هذا المقام أن أتحفكم بأن مؤسسة الحكمة التعليمية قد قامت ما وعدت به في الحفل السابق وهو التكفل بعمليات الولادة لمئة امرأة تنزانية بمملك إجمالي واحد وعشرين ألف دولار أمريكي أي ما يعادل خمسين مليون شرين تنزاني كما يسرني أن أعلن عن إقامة زواج جماعي لخمسين عريس وعروسة في الأشهر القريبة القادمة في دار السلام بكلفة إجمالية لمصاريف الزواج والتي تبلغ خمسين مليون شرين تنزاني أي ما يعادل واحد وعشرين ألف دولار أمريكي وجاء اليوم المنتظر تنفذ المؤسسة ما تعهدت به قبل شهور سبعون عريسا وعروسا يحتفلون زواجهم الميمون هنا في هذه القاعة في عرس جماعي بهيج كان وعد المؤسسة بتكلفة زواج خمسون عريسا ولكن العدد ازداد بكثرة المتقدمين الراغبين كما أوضح الشيخ عبد القادر والسبب باختصار أن الذين تقدموا هم كانوا كثر لذلك أخذنا سبعين والمتبرعين ساهموا أكثر فكلما ساهموا معنا أكثر ونحن ننجز أكثر بفضل الله تعالى علي إسماعيل من ذوي الاحتياجات الخاصة يقول أنه لم يكن يتوقع أن يتزوج بهذه السهولة وأيضا حسوله على دراجة نارية ليعيل عليها أسرته أما شمت عمر الذي لقب نفسه بالعريس العالمي يقول أن عرسه عالمي بكون أصل الفكرة جاءت من مسابقة إفريقيا الكبرى للقرآن ذات الطابع العالمي ولأن الحضور على مستوى العالم من جانبه أشاد القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين سعد تفهد الحرب بجهود مؤسسة الحكمة معبرا شعور الفرح بمشاركته هذا الحدث الذي يعتبر الأول من نوعه في تنزانيا وهذه أول مناسبة زواج جماعي أحضر في تنزانيا وسعت بما شاهدت ويسعدني حضور تواجد سماحة المفتي والشيخ عبدالقادر الأهدل من مؤسسة الحكمة وأشكر جهود العاملين على هذا الحفل الطيب وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقهم وأن يبارك لهما وأن يكون إن شاء الله بحياة سعيدة بإذن الله خلال التواجد خلال العامين الماضيتين في تنزانيا لاحظت أن هناك جهود وأنشطة عديدة تقوم بها مؤسسة الحكمة وشيء ملاحظ العيان وفي جميع المناطق وليست في دار السلام وأشكر مؤسسة الحكمة على جهودها في المجتمع التنزاني وبدوره عبر رئيس جمعية الأمن والسلام بين الأديان في تنزانيا إشادته في العرس الجماعي متمنيا للجميع التوفيق في حياتهم الزوجية شهدنا الزواج لأولادنا وبناتنا تحت رعاية لمؤسسة الحكمة والله هذا الأمر أمر عظيم جدا ولم يكن من قبل مؤسسة الحكمة جاءت بهذه الفكرة وقامت بها ونحن كالشيوخ في تنزانيا مسرورين جدا بهذا الأمر الطيب وفي العرس الجماعي الذي حضر عدد من الشخصيات القيادية والاجتماعية البارزة أكد الشيخ عبد القادر أن مؤسسة الحكمة تقدم خدمة مجتمعية إضافة إلى برامجها القرآنية والتعليمية مؤسسة الحكمة التعليمية أسست لأن تخدم هذا الشعب التنزاني العريق ومن أعمالها أن تقدم خدمة لهذا الشعب من خدمة المجتمع أن قمنا وهذا اليوم بهذا الزواج الجماعي الذي هو والله الحمد يحدد أول مرة في هذا البلد وفي نهاية المطاف عبر الشيخ عبد القادر الأهدل شعور الفرح في نجاح هذا البرنامج فأنا أحس بفرح لا يحصى وذلك تراني مرتبك ما أدري من أين أبدأ لكن أعيش بفرح شديد والناس يجدون هذا الفرح ظاهرا على وجهي وهذا الفضل لله سبحانه وتعالى ثم لجهود الحكم والقائمين عليها ثم أهل الخير الذين يقدمون الدعم لهذه المؤسسة الذين وفقوا بهذه المؤسسة وبقيادة هذه المؤسسة على أنهم يقومون بإخلاص ويخدمون مجتمعهم ودينهم سبعون عريسا وعروسا ودعوا أرضية العزاب بلحظات استثنائية في حياتهم مستفيدين برنامج العرس الجماعي لمؤسسة الحكمة هذا البرنامج الذي بلغت تكلفته نحو سبعون مليون شيل تنزاني سليمان آذان محمد العاصمة تنزانية دار السلام